انا اقول لك حاجة انت عارف ان هو انا في رأيي هو كان اقل الاسرة تضررا من ترك السلطة ازاي كان ساعات يقول لي ايه ايه لو عايزين نقام شيء حسلمها للجيش يكمل والله كذا مرة عايزين نائب نائب ليه مهاجيش يقوم بيها ويختار هو دي المؤسسة اللي مسكنها في البلد فما كانش ابدا عنده احساس بانه يعني ممكن يتمسك بالسلطة ما كانش انا اقول لك حاجة لم يكن مبارك مستعدا للقتال من اجل البقاء ولا طلقة واحدة في رأيي بيؤكد انه لم يكن يملك اي اختيار في مسألة البقاء لا مهتمه لم يثبت انه اعطى تعليمات بتلقي النار في المايدين انا بتكلم انه لم يكن يملك اي خيار او قدرة على اتخاذ موقف اخر لا كان يستطيع انه يستعيد بقوة اجنبية يستعيد ما يعمل زي التنين او يهرب طب ما هربش ما زي ابن علي لا ارحمه ولا غيره لا يعني برضو اخد بالك انا مش عايز انه لان الرجل مضى وتركت سلطة ان انا اتحامل عليه انا عندي ضعف بشر اتجاه من اعرف انا عندي ضعف بشر اتجاه من عرفت ايا كان ايو على الرجل اخطاؤه والرجل كان انا 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 ا